في حاجة ناس كتير أستسولها عشان يبقى العقل الأبيض عارف أنت زي الجنس الأبيض كده والجنس الأريو الجنس الأزرق والموجود كان في حاجة خمس حاجات قالوا لازم يتخلصوا منها إيه هي؟ اللغة ثم الثقافة ثم بعد كده الدين ثم الأسرة ثم الدولة الناس عايزين يتخلصوا من اللغة عشان يبقى ساهل عليهم يتخلصوا من الأرض ويتخلصوا من الناس المهم هو احنا بنتكلم عن اللغة دلوقتي لأن احنا بنتكلم عن هويتنا أقول لكم حاجة اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي كلام على البقاء فجزء من بقاءنا هو بقاء اللغة العربية أنا أتكلم بكل وضوح جزء من بقاءنا هو بقاء اللغة العربية واللغة العربية بالمناسبة إن شاء الله لن تنمح لأن الله سبحانه وتعالى إننا نحن نزلنا الذكرى وإننا له لحافظه فاللغة العربية إن شاء الله تحفظ بس ايه المشكلة في أولادنا عن نشوفهم في أي توب خلي بالكم اللغة العربية لو موجودة تخلينا نواجه حاجات كتيرة ممكن تضايع حياتنا اللي جايين عليه فيما يتعلق بالتحديات الأخلاقية والقيمية أصعب بكتير من اللي فات المسألة مسألة مش مسألة هيمنة بس هي مسألة إن أنت لو موجود تبقى زي وعشان كده في ناس كتير يصدقوا وبيبقوا زي ناس تانيين التكنولوجيا متاحة للكل محدش قال ما نتعلمش التكنولوجيا بس محدش قال ننسالخ من جلدنا ونترك صورتنا هنعمل إيه وإحنا بنكلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هنعمل إيه وإحنا عندنا لغة مليانة رحمة للعالمين تعالوا نشوف نقدر نحافظ على لغتنا زي هنعملين بكتير من اللي تعالوا نشوف